حدثنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية بن الوليد حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان حدثنا جبير بن نوفير أن عمر الجماعي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته فسأله رجل من القوم ما استعمله قال يهديه الله عز وجل إلى العمل الصالح قبل موته ثم يقبضه على ذلك